سنذهب الآن إلى الولاية التي يقف الجميع وتقف حملة دونالد ترامب على وجه الخصوص على أطراف أصابعها ترقباً لما عسى أن تكشف عنه هذه الولاية بمؤشراتها لابنسلفانيا مع رامي جابر رامي ما الذي جد بعد أكثر من ساعة تقريباً كنت قد التحقت بنا وقلت إن ما فرز من أصوات بلغ 84% الآن النسبة يبدو أنها تجاوزت 90% من الأصوات رامي أليس كذلك؟ نعم أحمد بالفعل ولكن لم يطرق تذجير كبير في الحقيقة منذ آخر مرة تحدثنا فيها سوى أننا نتجه بالفعل نحو فوز لي ترامب في الإنسلطانيا نتيجة أنه تم فرز 93% من الأصوات تقريباً ورغم التقدم التطييف في نسبة الأصوات التي حصلت عليها هارث حتى الآن في 48% ولكن يبقى ترامب محافظة على فارق الثلاثة المئة متقدماً على هارث حيث حصل على 51% بقي أقل من 7% من الأصوات في الثلاثة والمعدل الذي تتقدم به هارث منذ كانت نسبة الأصوات التي تم فرزها 84% معدل فسيء جداً وبهذا المعدل لن تستطيع هارث على ما يبقى أن يسد هذه السجوة أو هذا الرق والذي وصل الآن أو يظل كما هو أقل قليلاً من 200 ألف صارف بينهما هذه الولاية التي كان يفوز فيها الرئيس بفارق 10 ألاف و20 ألف صوت عندما يكون الفارق 200 ألف صوت في صالح ترامب فهنا الذي نتوقعه أعتقد يعني أن كل ما نتحدث في الآن وموكب ترامب الذي وصل إلى مكان جيسة لوريدا حتى يعلن ما يشبه خطابة نصر وحديث المحملين في القنوات الأمريكية وحملة هارث التي طلب من أعضائها أن يغادروا أن هارث محتفظ بداً ما تفضلت به أحمد وما تفضل به الزميل سامر حالث وما تفضل به الزمالاء المرسلين وكل هذه الأحاديث تصد في النهاية إلى حقيقة واحدة وهي أن ترامب بسجاهي بالفعل إلى البيت الأبيض على ما يبدو طبعاً من واجبنا أن ننتظر حتى نهاية هذا الصباح وحتى صافرة النهاية وحتى فرض آخر صوت كما قال أحد أعضاء حملة هارث ولكن هل يترى لغير ذلك شيئاً من هذه الحقيقة التي نراها الآن وابحة جالية مع تقدم مستمر لترامب في فنسلفانيا تقدم مريح في ميشيغل فاوز في جورجيا فاوز في نورد سرلاينا وتقدم في ويسكونتن حتى في أريزونا هناك تقدم رحو أنه تم فرز نصف الأصوات فقط والتقدم تفيف لترامب حتى مجلسي أشيوخ والنواب مجلس الأشيوخ خمسين مقعد الآن مع الجمهوريين بقي لديه مقعد واحد فقط حتى يسيطروا على مجلس الأشيوخ يحافظون على مقاعدهم في مجلس النواب ومن المتوقع أن يسيطوها وأن يقلبوا بعض المقاعد أيضا في بعض الزرايات من التي يحتلها الدمكراكيون الآن نتحدث فعلا عن موجة حمراء كما يبدو يعني قادمة في الأفق لم تصل إلى الشاطئ بعد ولكنها حتما حتما تتصل في وقت من الأوقات ولا يفصلنا عن ذلك سوى ساعات قليلة أعتقد أن الوضع في سنستانيا لا يختلف كثيرا عن الوضع في بقية الولايات المتأرجحة ولا يختلف كثيرا أيضا عن الوضع في بقية الولايات الخمسين الأمريكية والسباق على مقعد الرئاسة لا يختلف أيضا عن السباق على مقاعد مجلس الشيوخ أو مقاعد مجلس السواب يبدو أننا أمام حقيقة وهي أن الشعب الأمريكي يطمح في تغيير بشكل أو بآخر ويرى في الجمهوردين هذا النوع من التغيير دعونا أيضا مرة أخرى لأن نتسبق الأحداث وننتظر حتى فرز آخر صوت لنتأكد فقط من الحقيقة التي أصبحنا نراها بأعيننا الآن وأعتقد أنه لم يعد مفديا أن يتعامى عنها أحد شكرا جزيلا لك رامي جبر مرأسلنا كنت معنا من بن سلفانيا وربما يكون الانتظار أقل من الساعات التي كان يتعهد بها رامي أو يشير لها رامي